بسم الله الرحمن الرحيم تشمل التضخم والركود الاقتصادي وكذلك البطالة والفقر نصل الآن إلى درس الفقر وراح نتعرف على ما هو الفقر وكذلك ما هي الطرق لمواجهة الفقر بمختلف الطرق نبدأ بالمقدمة بسم الله الرحمن الرحيم يعرف البنك الدولي الدول الفقيرة من خفضة الدخل بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا طبعا 600 دولار سنويا وليس شهريا حسب تعريف البنك الدولي وعددها حاليا حسب التصنيف 45 دولة معظمها في أفريقيا منها 15 دولة يقل فيها متوسط الدخل الفرد عن 300 دولار سنويا أما برنامج الأمم المتحدة للإنماء فيضيف معايير أخرى ليس فقط معيار الدخل ولكن يضيف أيضا معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوى رفاهية الإنسان ونوعية الحياة على سبيل المثال مثل التعليم والخدمات الصحية وخلافه مما يوسع دائرة الفقر لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم أي أن هناك حوالي 45 من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل بمعنى أن هناك فقراء في بلاد الأغنياء وعلى سبيل المثال يعيش 30 مليون فرد تحت خط الفقر في الولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي 15 بالمئة من السكان طيب تعريف الفقر هو تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة للفرد من مستوى المعيشة للفرد لنفسه ولمن يعود طبعا مستوى المعيشة زي ما قلنا الاحتياجات الأساسية للإنسان تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وكذلك الدواء عند الحاجة والخدمات الصحية فإذن عند عدم تحقيق الإنسان لمثل هذه الاحتياجات فهو يدخل في تصنيف الفقر إذن هذا هو تعريف الفقر الفقر هو العجز عن تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة للفرد لنفسه ولمن يعود لمن يعود يقصد أعزائي الطلاب هو الأشخاص الذين يقوموا الإنسان بالإنفاق عليهم سواء من زوجته أو أبنائه أو حتى والديه طيب كثيرا ما كان الفقر يعرف في الماضي القريب بعدم كفاية الدخل لشراء الحد الأدنى من السلع بالخدمات واليوم يفهم هذا المصطلح عادة بصورة أوسع على أنه يعني عدم توفر القدرات الأساسية للعيش الكريم ويسلم هذا التعريف بالسماث الأوسع للفقر مثل الجوع وتدني مستوى التعليم وكذلك ضعف الرعاية الصحية والتهميش الاجتماعي طبعا وتشترك عدة عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية في تعريف الفقر ومعاييره ولكن يبقى المعيار الأكثر دقة في تعريف الفقر هو المعيار المالي المتمثل في مقدار دخل الفرد في دولة ما فعلى سبيل المثال عند تحديد معدل الفقر في بلد ما يصعب تحديد جميع المعايير الأخرى من خلال حصول الخدمات الصحية أو التعليم أو مستوى الرفاهية بينما قد يكون أكثر دقة هو احتساب أو تصنيف الفقر عند مستوى دخل معين فعلى سبيل المثال إذا وضعنا معايير التعليم أو الصحة أو الخدمات المختلفة فهي تختلف من فترة إلى أخرى وتختلف من شخص إلى آخر وبالتالي يصعب تحديد من هو الذي يعاني من مثل هذه المشكلة وهي مشكلة الفقر أو بعكس ذلك طريقة تحديد عن طريق مبلغ أو دخل نقدي يتم حساب على أساس أن هذا الشخص يصنف من ضمن الفقر وتختلف معايير الفقر باختلاف المجتمع فمثلا رغم أن البنك الدولي قد حدد عتبة الفقر في التسعينات بأن يقل معدل الدخل الفرد عن أربعمائة دولار هذا في التسعينات في السنة نجد أن عتبة الفقر في الولايات المتحدة قدرت بحوالي 700 دولار أمريكي وطبعا السبب في ذلك أن اختلاف مستوى المعيشة من بلد إلى آخر فعلى سبيل المثال في بلدان مستوى المعيشة أقل وتكلفة الحياة أقل من بلدان أخرى ولذلك يختلف من التصنيف الرقمي وتحديد الدخل على حسب مستوى المعيشة وتكلفة المعيشة في هذا البلد طيب ما هي أسباب الفقر؟ طبعا من الصعب الجزم بأن هناك سببا بعيني هو المسؤول عن تدهور مستوى المعيشة في المجتمع لكن بصفة عامة يمكن أن نتبين أسباب داخلية وأخرى خارجية لانتشار الفقر في المجتمعات المختلفة أولا الأسباب الداخلية وتشمل الثقافة المنغلقة وكذلك التقاليد الجامدة والاضطراب الاجتماعي والسياسي وهذا أحد المشاكل التي تكثر في بعض البلدان على الرغم من توفر الإمكانيات في هذا البلد ولكن بسبب الاضطرابات السياسية تجد أن هناك انتشار لظاهرة الفقر في هذا المجتمع بسبب الحروب والنزاعات السياسية وأيضا هناك عوامل مهمة لانتشار الفقر من سوء توزيع الدخل وكذلك على وعلى ذلك في الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزء من المشكلة نظرا لمركزية الإدارة واتخاذ القرار فإذا لا تراعي في هذه البلدان توزيع اتخاذ القرار بين مختلف المناطق وبالتالي تجد بلدان أو مناطق تحظى بتنمية جيدة ومناطق لا تحظى بنفس هذه التنمية وبالتالي تقل الفرص في هذه المنطقة التي لا يوجد بها هذه الخدمات وهذه التنمية وبالتالي تجد أن في هذه المنطقة ينتشر فيها الفقر بعكس المدن التي حظت بالتنمية الاقتصادية طيب ومن أهم الأسباب الداخلية طبيعة النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما فالنظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والإطمانان إلى عدالة تحميه من الظلم والجور ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد أفراد بالحكم بالثروة بالطرق غير المشروعة طبعا وهذا هو يقصد به الفساد الإداري وكذلك استغلال الثروات من قبل فئة معينة دون باقي المجتمع ونتيجة استشراء الفساد والمحسوبية فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر في أي بلد حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية فهناك بلدان زاخرة بالثروات الطبيعية بل قد تكون هناك أيضا ثروات صناعية وكذلك ثروات بشرية في العنصر البشري وعلماء ولكن بسبب هذه الاضطرابات السياسية والفساد تجد أن هناك ينتشر ظاهرة الفقر في هذا البلد كما حدث ويحدث في عدة بلدان أفريقية وأيضا في أمريكا اللاتينية هذا فضلا عن انتشار الحروب الأهلية والاضطرابات والعدام الأمن طبعا جميع هذا ما سبق هناك آية في القرآن الكريم تتحدث عن هذا الجانب يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم هذه الآية تتحدث عن جميع ما سبق من أكل أموال الناس بالباطل وكذلك عدم الإنفاق للزكاة وإخراجها للمساكين وكذلك استئثار فئة من المجتمع بهذه الثروات في هذا البلد عن باقي فئات المجتمع ثانيا الأسباب الخارجية الأسباب الخارجية متعددة وهي أعقد وأخفى أحيانا ومن أكثرها ظهورا الاحتلال الأجنبي كما حدث في العراق منذ سنوات بعد حصار دام أكثر من عقد تسبب في تفقير شعب بأكمله رغم ثرواته النفطية وهذه الأسباب الخارجية ممكن تكون أسباب سياسية أو قد تكون أسباب أخرى غير السياسية ويتعقد الأمر كثيرا إذا كان الاحتلال استيطانيا كما هو الحال في فلسطين فنلاحظ مثلا في هذا البلد تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم من تدمير البنية التحتية وهدم المنازل والتجريف الأراضي الزراعية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة إلى الفقر المطقع فإذا بالتالي بسبب الحروب السياسية والأثار الخارجية تجد انتشار الفقر في هذا البلد طبعا خلال العقدين الماضيين عانت الدول الفقيرة بالاستثناء من الكساد الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار المواد الخام المصدرة مع النمو المطرد في حجم الدين العام ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو توزيعها في البلدان التي يسود فيها فساد الحكم طيب طرق مواجهة الفقر هناك عدة طرق للتعامل مع حالة الفقر وطبعا في النظام الإسلامي أرشدنا نظامنا الإسلامي في الشريعة الإسلامية إلى مجموعة من الطرق من الزكاة وكذلك الصدقة وكذلك صلة الأرحام ومتابعة الأرحام والأقارض في التعرف على أحوالهم ومتابعة أحوال كذلك الجيران في حال إذا كان أحد من الجيران ليس لديه دخل كافي بمساعدة وتعاون الجيران على مساعدة هذا الجار فجميع هذه القيم التي عرفنا عليها الدين الإسلامي تساهم في معالجة الفقر في جميع المجتمعات وحتى في تطبيقها في جميع أنحاء العالم سوف تجد أن هذه المشكلة بدأت تقل وتحارب مشكلة الفقر طيب هناك عدة طرق للتعامل مع حالة الفقر في المجتمع نذكر أهمها فيما يأتي أولا ضرورة تبني الدولة لسياسات عامة يكون من شأنها مواجهة الفقر والحد من فمثلا على سبيل المثال السياسات العامة النقدية في متابعة التضخم وكذلك متابعة الركود الاقتصادي وكذلك سياسات متابعة الناتج القومي والصادرات والتعليم والصحة وخلافه جميع هذه السياسات تساهم في معالجة مشكلة الفقر ثانيا تنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال وتعميق مفهوم التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وهذه أحد المشاكل التي قد تحدث في المجتمعات وتسبب في الفقر وهي انفراد مجموعة من الأفراد بالمصلحة الخاصة وعدم اهتمامهم بالمصلحة العامة ثلاثة تزايد الانفاق الاجتماعي في مجالات الخدمات الأساسية مثل الصحة والتغذية والتعليم والسكن فالإنسان عندما يحصل على هذه الخدمات فعند حصول الإنسان على الصحة فهو بالتالي سوف يستطيع العمل وكسب الرزق أما عند فقدان الإنسان للصحة والخدمات الصحية فسوف تجد أن هذا الشخص لا يستطيع حتى القيام بالبحث عن مجال عمل أو كسب هذا الرزق وحتى التعليم فالتعليم يتطلب أن يكون لدى الشخص صحة جيدة بحيث يستطيع متابعة المرحلة التعليمية والانتباه والتركيز في التعليم وكذلك التغذية الجيدة وكذلك التعليم والسكن فنلاحظ على سبيل المثال التعليم وخصوصا التعليم العام في مراحل التعليم العام في الابتدائي والمتوسط والثانوي في جميع بلدان العالم تتكفر الحكومات بالإنفاق وتقديم هذه الخدمات بالمجان فنلاحظ اهتمام جميع البلدان بالتعليم وخصوصا التعليم العام الذي يقصد به التعليم الأولي في المرحلة التدائية والمتوسط والثانوي ونحمد الله في بلداننا أيضا هناك التعليم الجامعي وكذلك البعثات وخلافه فكلها هذه ساهمت في النمو الاقتصادي في البلد وكذلك تنمية المجتمع بشكل عام وكذلك قلة نسب البطالة وزيادة نسب رفاهية المجتمع وانخفاض الفقر في المجتمع فجميع هذه الخدمات التي تقدمها الدولة وتقدمها الدول تساهم في تنمية الشعب ورفاهيته ومحاربة جميع هذه المشكلات الاقتصادية فأيضا الصحة والتغذية والتعليم والسكن وهناك أيضا مثل صيني يقول لا تطعمني أو لا تعطيني سمكة ولكن علمني الصيد فهو الإنسان ليس بحاجة إلى إذا كان بصحة جيدة وحصل على التعليم الجيد الذي من خلاله يستطيع كسب الرزق فهو ليس بحاجة إلى أحد آخر يقوم بإعطائه فهو يستطيع أن يقوم بالبحث عن العمل واكتساب الرزق من نفسه وبالتالي يصبح هو شخص مسلح في اكتساب معيشته والتغلب على مصاعب الحياة طيب وتقديم هذه الخدمات مجانا أو بأجور رمزية لتحسين نوعية الحياة لمحدود الدخل رابعا الاهتمام بالدعم وتوصيله لمستحقيه وتقديم وسائل التكافل والضمان الاجتماعي فكذلك أيضا لا بد أن يكون هناك مؤسسات تقوم بمتابعة هذه الظاهرة في المجتمع وكذلك هذه الحياة متقلبة فممكن أن شخص في فترة من الفترات يعاني من دين أو مشكلة حصلت له أو ما إلى ذلك وبالتالي أصبح من شخص مقتدر أو متوسط دخل أنخفض دخله إلى أصبح شخص مديون أو مطلوب ودخل في مرحلة الفقر فيجب أن يكون هناك مؤسسات تتابع هذه الحالات وتتابع جميع الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات وبالتالي متابعتها وتحصيل الأموال الزكاة وكذلك المساعدات التي تأتي من الدولة والقطاع الخاص والأفراد في تقديمها لهؤلاء المحتاجين خامسا إنشاء مشروعات كثيفة العمل يقصد بهذه النقطة وهو إنشاء المشاريع التي تستقطب عدد كبير من الموظفين وبالتالي تقل ظاهرة الفقر في هذا المجتمع فأحد المشاريع الكبيرة أو أحد النشاطات الجيدة في توظيف عدد كبير من العاملين وهي النشاطات الصناعية فكثير من المصانع تستوعب آلاف الموظفين للعمل في هذه المصانع من عمال إلى عمال في النقل إلى خدمات لوجستية إلى مهندسين إلى فنيين إلى متخصصين في الحاسب ومختلف المجالات والجودة وخلافه والإعلام والتسويق والمبيعات والمحاسبة فتجد بعض الشركات الصناعية تستوعب آلاف الموظفين وكذلك الحال في بعض الشركات الكبرى مثل الشركات المالية أو حتى الشركات المختلفة أيضا على سبيل المثال استخراج المعادن واستخراج المواد الأساسية من باطن الأرض فكل هذه تقوم باستقبال عدد كبير من الموظفين ويحدث نشاط اقتصادي وكلما زاد عدد الموظفين كلما زاد إنتاج هذا المصنع فتوظيف عدد أكبر لا يسبب ضغط على هذه المنشأة بل يسبب إلى زيادة إنتاجية هذه المنشأة إذا كان هناك طلب كبير على هذه المنتجات ولم يكن هناك أي ركود اقتصادي فإذن نلاحظ أن مثل هذه المنشآت يجب أن تعنى بعناية كبيرة من قبل الحكومات والدول وتعطى المساعدات التي تساعد هذه المنشآت في إنجاز أعمالها وبالتالي معالجة مشكلة الفقر والبطالة فإنشاء مشروعات كثيفة للعمل لاستيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة من ذوي الدخل المحدود سادسا توفير المساعدات الفنية والتدريب لتمكين الفقراء من القيام ببعض المشروعات الصغيرة وكذلك أيضا أحد النقاط الجيدة في محاربة مشكلة الفقر وهو دعم المشروعات الصغيرة فقد يكون شاب في مقتبل العمر لديه مؤهل علمي حصل عليه من تدريب فني أو خلافه وبالتالي لم يجد فرصة وظيفية ولكن لديه القدرة على العمل فيمكن أن يقوم بالعمل لحسابه الخاص وفقط أن يتم إقراض هذا الشخص لبدء نشاطه التجاري على سبيل المثال مثلا في مجال الميكانيكا إذا كان شخص مؤهل ميكانيكيا أن يتم إقراض هذا الشخص وبالتالي يقوم بإرداد هذا المبلغ إلى الشخص الذي قام بإقراضه سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو قطاع خاص وبالتالي يقوم بتوظيف نفسه بنفسه وأيضا قد يكون سبب في توظيف آخرين معه في هذا المجال وبالتالي التغلب على مشكلة الفقر والبطالة سابعا تقديم فرص التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة لمساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخولهم فأيضا هناك مجموعة من الحرف والصناعات التي قد تكون مستمرة طوال العام ولا يتوقف هذا النشاط التجاري طوال العام فتدريب هؤلاء الأشخاص على مثل هذه الحرف والصناعات الصغيرة تساعد الأسر الفقيرة على زيادة دخولهم فمثلا على سبيل المثال الحرف مثل الأثاث أو خلاف أو النجارة أو مختلف الصناعات البسيطة إذا اكتسبها الطالب أو اكتسبها الشخص المختلف يستطيع أن يقوم بمثل هذه الأعمال وبيعها إلى أشخاص آخرين من خلال موارد بسيطة من خلالها يستطيع تحقيق الدخل فعلى سبيل المثال قد يقوم بإحضار أدوات النجارة وبعض الأدوات الخفيفة ويقوم بصناعتها حسب طلب العميل وبيعها للعملاء وبالتالي الحصول على مصدر دخل من خلال رأس مال بسيط يستطيع إنجاز هذه الأعمال ثامنا تشجيع وتنظيم تعدد الأنشطة الاقتصادية أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي للحكومات مراعاتها في التغلب على مشكلة البطالة وهو الفقر وهو تنوع النشاطات الاقتصادية كلما كان هناك نشاط اقتصادي جديد في هذا البلد كلما أصبح هناك مجال جديد يأتي بعدد كبير من الموظفين وبالتالي يكافح مشكلة البطالة والفقر في هذا البلد فعلى سبيل المثال في المملكة العربية السعودية في ظل حكومتنا الرشيدة قامت بتوسيع مجالات الدخل في المملكة ما بين المعادن والصناعات المختلفة وكذلك في السياحة جميع هذه النشاطات الجديدة سوف تؤدي إلى فرص عمل كبيرة في البلد فتشجيع وتنظيم وتعدد الأنشطة الاقتصادية للفرد الواحد داخل الأسرة وتعدد مصادر الدخل داخل الأسرة الواحدة تاسعا توفير القروض الصغيرة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض طبعا هناك ممكن أن تكون الجهات التي تقوم بتقديم القروض الخاصة إما شركات خاصة أو رجال أعمال وفاعلي خير أو قد تكون جهات حكومية أو قد تكون في بعض الأحيان عن طريق البنوك من خلال عمل دراسة جدوى وبالتالي تقديمها إلى البنك فبالتالي البنك يستطيع أن يتعرف أن هذا المشروع يستطيع سداد هذا الدين وبالتالي إعطاء هذا الشخص الإقراض وهذا أحد مساهمات البنوك في معالجة مشكلة البطالة هو الفقر طيب مكافحة الفقر في المملكة العربية السعودية على غرار الأسلوب الجديد لمكافحة الفقر في العالم فقد تأسست الرؤية السعودية على تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يسهمون في تنمية المجتمع بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية وبالتالي فإن مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل وهذه أحد السياسات التي اهتمت بها المملكة في محاربة مشكلة الفقر من خلال التنمية البشرية فمن خلال التعليم ومن خلال الصحة وأيضا من خلال الصناعات والتوزيع الأنشطة التجارية كل هذه ساهمت في الحد من مشكلة الفقر والتغلب على هذه المشكلات أو كذلك مشكلة البطالة وكنموذج لتطبيق هذه الرؤية جاء تأسيس الصندوق الخيري لمكافحة الفقر بأمر حكومي في عام 2003 ليكون إحدى الآليات الفاعلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها في المملكة العربية السعودية ويتمتع الصندوق بالاستقلال الإداري والمالي ويمثل رئيس مجلس الإدارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يفوض ومركز الصندوق الرئيس في العاصمة الرياض ويتم تمويل الصندوق من عدة مصادر من أبرزها ما تخصصه الدولة من مبالغ وإعانات مالية وعينية وكذلك من الأوقاف والتبرعات العينية والمادية وقلنا الأوقاف هي أموال لأشخاص قاموا بوقفها لأعمال الخيرية أو لمساعدة المحتاجين أو لاستثمارها في الأنشطة المختلفة والصدقات والزكوات التي تدفع مباشرة من الأفراد والمؤسسات والشركات بالإضافة إلى العوائد المالية التي يحصل عليها الصندوق من استثمار أصوله وممتلكاته أهداف آليات الصندوق يهدف الصندوق إلى إصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء من خلال دعم المشاريع التنموية كما يدعم أيضا البرامج الهادفة لتنمية القدرات ومهارات الفقراء وكذلك عبر عدة آليات من أبرزها تقديم القروض الحسنة وأيضا تدريب الأفراد المستهدفين على إدارة المشروعات الصغيرة وأيضا دعم الفقراء ومساعدتهم لدى الجهات التي يمكن أن تقدم لها ما قد يحتاجه من خدمات من خلال التعريف به وتزكيته أو كفالته لدى أي من تلك الجهات على سبيل المثال كفالة أشخاص يريدون الحصول على قروض لمشاريع صغيرة فتقوم الدولة بكفالتهم لدى البنوك وبالتالي يحصلون على هذا التمويل ويتغلبون على مشكة البطالة والفقر وأخيرا إرشاد الأفراد المستهدفين وذلك من خلال قاعدة معلومات للإفادة عن فرص العمل المتوفرة لدى مؤسسات المجتمع المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص ونشكر لكم متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته